مرحبا معكم محمد خلف في هذا الفيديو بدنا نتعلم كيف نعمل عن طريق قبل نبلش الفيديو إذا بدكم نشوفوا زيك فيديوهات فيك تعمل وإذا عندك أي تعليق على الفيديو فيك تكتب بالكومنت سكشن نبلش الفيديو جديد بالضبط تاريخ ما بعرف شو هو صار في عنا نقدر نعمل عشان نضيفها في التحليل مع ففينا نختار الامج ونعملها مثلا write description for pick طبعا نستنى بارد واستخدم وعطاني اسم إلها كمان اسم علمي ونشوف شو رح يعلق لي عاي الصورة african daisy وإذا بدك أنت كمان كل ما بدك تتعمق في الموضوع كل مكان أكثر فلو تيجي هون مثلا تيجي على اسم العطانية وندور عليه على جوجل نشوف فأعطانا زي ما انتم شايفين نفس الحقل من الصور فإذا هنا لما جينا على الاستيكا أعطانا انه ساني فلاور بس هي مش اسمها ساني فلاور أو يمكن يكون يعني شي ثاني لو في حد عنده تعقيبه أو دارس علم أحياء أو نبات ممكن يكتب في الكومنت بس أنا برأيي انه البرد جوجل دوت كوم أدق بما انه بأخذ كثير بيكتشر أكثر من المواقع الثانية وعنده داتا كثير أكبر من المواقع الثانية هاك بنكون خلصنا الفيديو بنشوفكم بالفيديو القادم